كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الأمير الحسن بن طلال رئيس معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا المعرضة الدولية لإدارة الكوارث والطوارئ ومعرض الإغاثة الدولية المقامين تحت إشراف الأمم المتحدة في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة محلية وطنية ودولية من 66 دولة بما فيها دولة الإمارات وقد تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقه في أرجاء المعرضين وتوقف سموه عند عدد من أجنحة المعرض واستمع من القائمين على هذه المنصات إلى بعض المهام والمساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية التي تقدمها في إطار توجهات قيادتنا الرشيدة في مد يد العون والإغاثة لجميع شعوب العالم الذين يتعرضون لكوارثة طبيعية أو تشرد أو جوع أو مرض وما إلى ذلك من حوادث وأشد سموه خلال جولته بتواجد ومشاركة مؤسساتنا الإنسانية والخيرية الوطنية في العديد من الفعاليات المحلية والدولية لإبراز دورها الإنساني في تقديم المساعدات والإغاثة لكل من يحتاجها من شعوب الأرض دون تمييز بين الانتماءات العرقية أو الجغرافية أو الدينية وحي سموه أبناء وبنات الوطن الذين يعملون ويتطوعون في هذا المجال الإنساني النبيل رافق سموه في الزيارة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديواني صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي وسعادة أهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الاقتصادية ومنظمية المعرضين والمؤتمرين المصاحبين الذين سيستمران حتى مساء يوم غد الخميس